شارع الطوق الشرقي لخنق مدينة القدس عام 1998 انطلقت أعمال شق شارع الطوق الشرقي يوصل الشارع الالتفافي مستوطنة بيت شيمش بمدينة القدس ويمر من أراضي ميديا، دير قديس، نعلين، صفة، بيت عور الفوق والتحت، بيتونيا، لجديري، وقلنديا البلد يصادر الشارع المذكور أكثر من سبعة آلاف دنم من أراضي المزارعين أطلق عليه اسم الطوق الشرقي لأنه يهدف بالدرجة الأولى إلى عزل عددا كبيرا من القرى في محافظة القدس عن امتدادها الطبيعي في حين يضم الشارع كل المستوطنات التي أقيمت في محيط القدس كمستوطنة جبل أبو غنام ومعلي أدوميم وكتحات زيون وعطسيون وبنيامين وغيرها كما يضم المشروع أيضا شق ثلاثة أنفاق وبناء خمسة جسور في المنطقة الواقعة بين مناطق الزعيم، الطور، العزري، أبو ديس، السواحرة، الشيخ سعد وصولا إلى بلدة صور باهر الانتهاء من الشارع يقضي فعليا على أي عملية تواصل جغرافي بين القدس وبعدها الفلسطيني ويعزل مزيدا من القرى والمناطق القريبة منها ويحولها إلى جزر مربوطة بالجسور والأنفاق ترجمة نانسي قنقر